سيناء الجديدة آمنة ومستقرة ففي مجال أن الناس تتمر في مجال أن الناس تقعد وهي متطمنة في مجال أن تفتح جامعات فيبقى في مزيد من الاستقرار ومزيد من جذب فرص العمل أو جذب كمان شباب أنهم تقعد وتستقر طبعا بدون شك خلق حياة وحياة متكملة المدارس والجامعات والمراكز الصحية والمستشفيات والبنية التحتية والطرق وسهولة الوصول إلى الأماكن المختلفة فأيضا أهم عنصر بقى لو مش موجود كل ده ملوش لازم ألا وهو الأمن والأمان القضاء على الإرهاب دايما يد تبني ويد تحمل السلاح يد تبني ويد تحمل السلاح يعني تم الحمد لله بفضل الله القضاء على ظاهرة الإرهاب التي كانت منتشرة جدا في هذه المنطقة وبالتالي بقت آمنة آمنة لحياة المواطنين وأهل هذه المنطقة آمنة أيضا بل جاذبة لاستثمارات سواء كانت من رجال الأعمال المصريين أو من الإخوة العرب أو حتى من الأجانب لأن في معالم سياحية ومزارات سياحية كثيرة جدا يمكن أن تكون السياحة من أحد أهم مصادر الدخل في هذه المنطقة بالإضافة أيضا إلى أنها فيها تاريخ ديني كبير جدا جدا يعني جبل الطور وتجلى ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا موسى العائلة المقدسة مصار العائلة المقدسة أيضا المعالم السياحية الكثيرة أيضا سيناء غنية بمواردها الطبيعية من ضمن المشروعات الصناعية العملاقة زي ما تفضل رئيس الوزراء وقال مشروعات في مجالات صناعية لم تكن مسبوقة من قبل زي مصانع الرمال السوداء أيضا ما يتعلق بالموانئ واللجوستيات تطوير الموانئ المطارات كل ده بتبقى عوامل مكملة هي منظومة متكملة الدولة بتنشئها بتكاليف باهضة علشان تعود بمردود اقتصادي واجتماعي على المواطنين وعلى التولي